موسيقى اسمي سجا من سوريا من مدينة حلب عمره 13 سنة بذكر سوريا قبل الحرب بيتنا كان طابقين كنت أطلع على الأسطوح ألعب بالمسكوليت أو بالسكوتر ووقت نعطل من المدرسة كانت أمي أنت أخذنا على الحديقة على حلب القديمة على القلعة يعني انبسط كتير وأطلعت لي تغيرت حياتي من بداية الحرب لما طلعنا من بيتنا لما نبعدنا عن رفقاتنا وعن أرايبينا لكنا نحبهم وغيرنا بيتنا نزحنا كتير أكتر من خمس مرات أكبر ما خوفي أنه أتبعد لحالي وبتذكر وأتصابتي وبتذكر وأتأخوي كمان استشهد وبتذكر وأتأخوي كمان استشهد وبتزعل كتير وبخوف نفس الوقت رياضات المفضلة عندي هي الجنباز كرة القدم بتمنى أكون لما أكبر ندرب الجنباز بواجه صعوبات شوية يعني مو كتير بس بزل الله ما بصعب على شي بس يعني فيه بعض التقالات هوائية بحب أنه قلبها بس أنه صار يصعب صار يصعب على شيء صار يصعب وما بق معي توازن أكتر أمني عندي بالمستقبل أنه لما أحقق حلمي ولما أدخل بالألعاب الأولمبية يعني واصيل الشغلي بالمستقبل رغم كل الصعوبات ومصرة أني أروح عن مدرسة لأني بدي أحقق حلمي أنا ويعني إذا ما درست بدي أحقق حلمي رسالتي لأطفال العالم أنه يتابعوا دراستهم لأني حققوا حلمون لأني من من غير الدراسة أنه ما منحسن لها نحقق حلمناه وما منحسن نحقق السلام شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر